وعايز أورليكم فيديو يعني أنا قلته على طرق حامد يوم كامة جماعة؟ شهر كام؟ 16-6 يعني النهار دا يعني تتكلموا تقريباً أكتر من شهر يعني شهر تقريباً 16-6 تعالوا شوفوا الكلام أنا قلت إياه على طرق حامد طرق حامد مش موجود في ناتزة ملك السنة الجاي مش موجود في ناتزة ملك السنة الجاي وطرق حامد يعني أنا عندي معلومات من أكتر من شهرين أو شهرين ونص إن هو أنا هاتفاقه مع أحد الأندية القمة في السعودية وخاصة أن نادي التحجد طرق حامد الأخبار اللي جاية من أصدقائي في السعودية وبتكلم على مسؤولين كبار في أندية إن طرق حامد أنا هاتفاقه مع نادي التحجد فخلاص طرق مش هابقى في نادي الزمال يعني ده الكلام طبعا أنا قلته يوم ست شهر ستة تقريبا من شهر وأنا أنا بحب طرق حامد أحبه على المستوى الشخصي وعلى مستوى الرجولة على مستوى طبعا دي كل الأخبار كل الأخبار في السعودية خلاص وخلالي بأكوا دي أخبار بقى مؤكدة في السعودية طبعا صحيفة الرياضية طبعا صحيفة كبيرة جدا في السعودية دايما عندهم مصدقية كبيرة جدا خلاص طرق حامد على أعتابل الانضمام إلى نادي اتحاد جدة وأنا بتمنى التوفيق لطرق لأنه أنا بحبه صحيحة أنا كزا ملكاوي كنت أتمنى أنه هو يخرج من الباب الكبير أو من باب أكبر خلينا نقول من باب الكبير كنت أتمنى أنه هو يتعامل مع موقف خروجه من النادي بزكاء أكبر وتمنى أنه طالبة عندهم يعني يعني عارف أنه أنا بقوله الكلام ده عشان بحبه وأنا قلت له الكلام ده يعني بشكل شخصي قلت له الكلام ده ونتمنى له التوفيق وإحنا كزا ملكاوية نبقى برضو نبقى يعني مكحفين أنه إحنا ننسى لطرق حامد اللي عمله النادي الزماني الراجل ده ممكن يكون مخرجش بأفضل صورة ولكن الراجل ده من أول دقيقة دخل فيها نادي الزمالك من قبل ما حتى ما يخش نادي الزمالك هو كان عنده إصرار كبير جدا رغم وجوده عروب من أندية تانية بنفس الأموال أنه هو ينضم للزمالك لأنه أصلا زمالكاو وإنتوا عارفين الفيديو الشهير طبعا هو بيتكرم لما قال أنا أمنيت حتلعب في الزمالك وهو لسه لعبا لسموح ثم بعد كده قتاله في كل دقيقة تواجد فيها جوه نادي الزمالك بتخليني أنا كالراجل زي ما تقوليني أحترمه ما أقدرش أن أنا محترموش وأنا نفسي على مستوى الشخصي بحبه كان نفسي أن أنا يخرج بشكل أفضل ولكن بتمنى له التوفيق وبتمنى أنه هو يكون إضافة للتحجات ده نادي التحجات ده نادي عظيمة جماعة وجماهير عظيمة أنا روحت لهم بقى ماتشاط في الملعب أتموس في الرهيب وهيحبه طريق حامل يعني في دلوقتي محاولة التشكيك في قدراته وإن كذا قلتها لكن نصدقوني هيحبه طريق حامل ده أنا بقول له جمهور التحجات أنتوا هتحبه طريق حامل لأنه العيب مقاتل العيب مقاتل بيقاتل على كل كورة والعيب طور من نفسه بشكل كبير جدا وهتشوفوا أنه هو هيمشي في السيستم بتاع نونو سانتوس هيمشي فيه ممكن يكون هو مش أحسن كرياتر يعني مش اللعيب اللي هو بيعرف يخلق لعب ويصنع لعب لكن هو العيب نمراستها من اللعيب الهولدنج متفيلدرز اللي بيقدروا أن هم يفسدوا هجمات الفرق التانية وهو برضو هيفاجأ بالريتمة بتاع الدور السعودي لأن التيمبو والريتمة بتاع الدور السعودي ستدقوني أنا دربت هنا وهناك أسرع بكتير جدا من الدور المصري لكن في النهاية هو العيب دولي وليب على المستوى الدولي في أعلى المستويات وفي كاس العالم وفي كاس الأمور الأفريقية أمام العيب دوليين كبار وأكيد هو عارف إزاي يتعامل مع الرتم العالي كل التوفيق دي طاري حامد في السعودية اللي خلاص كل الأخبار في السعودية بتؤكد قرب انضمامه من معسكر اتحاد اتحاد جدا